سأعرض لكم هذا الكتاب وطبعاً هذا اللي قدرنا نحصل عليه اللي هو زمين المخرج رقم واحد هذا الكتاب هو طبعاً كتاب معنون من هيئة النزاة طبعاً هو مواضح ورح أوضحه في كتب أخرى هذا الكتاب هو موجه إلى اللجنة الأولمبية لبيان نسبة الضرر لنسبة الاستخطاعات اللي كانت موسم 2014 والتي لم تدخل في السجلات المالية والحسابات المالية لاتحاد كرة السلة الذي أدخلها لاحقاً عام 2018 وبلش يسددها فكانت هناك قضية في هيئة النزاة طلبت من اللجنة الأولمبية بيان برر هذا هو الكتاب أوضح في الكتاب رقم اثنين حتى تكونوا الصورة عدكم اللي قدم السيد علي رسل اللي هو عضو اتحاد سابق بكرة السلة وأيضاً رئيس الاتحاد الفرعي في واسط لكرة السلة قدم هذا الشفوء أمامكم أرجو التفضل بالموافقة على كتابكم بالعدد ميم تاء با تين وشين ومعرف ايش الرقم الكتاب كله في 19.01.2020 الذي يخص موضوع الشك والمنظورة أمامكم والذي يحسم الدعوة الذي حصلت منه على نسخة أرفقها طيّاً لسيادتكم وأن الجهة القانونية في اللجنة الأولمبية تمتنع عن إرساله إلى سيادتكم والإجابة عليه لوجود تأثيرات على ذلك وخوفاً من ضياء الحقيقة وتحريفها عليه أطلب من محكمتكم الموقرة التأكيد على إرسال الإجابة مع التقدير طبعاً هي ختم مجلس القضاء الأعلى على هذا الموضوع وهذا كتاب رسمي وهي نسخة طبق الأصل عن الكتاب اللي صار طبعاً شنو هذا الكتاب إجيه؟ لما اندزت المحكمة أو هيئة النزاهة ودارة التحقيق أنه نريد بيانة ضرر من اللجنة الأولمبية أربع سنوات هذه نسبة العقود هي ما داخله بالمالية الخاصة والموازنة الختامية للإتحاد ولحد 2018 يلا تم سدادها طيب هنا هذا الأربع سنين هذه الأموال وين كانت وكيف كانت تصرف بها وعلى أي أساس تم تزديدها في عام 2018 فبالتالي هيئة النزاهة تريد بيان ضرر طبعاً اللجنة الأولمبية مؤسسة مفروض بها دائرة قانونية وأكيد دائرة مالية إجاههم الرد من الدائرة المالية للجنة الأولمبية اللي وجهه إلى دائرة قانونية في اللجنة الأولمبية خلنشوف كتاب رقم 3 أعزائي المشاهدين طبعاً هذا كتاب معنون من السيد سرمد عبدالإله الأمين المالي للجنة الأولمبية تحية طيبة إشارة إلى كتابكم بالعدد 18 بتاريخ 32 2020 بخصوص كتاب هيئة النزاهة بالعدد المذكور واللي طالعتكم بالشاشة في 19.01.2020 نود أن نبين ما يلي أن امتناع رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة سيد حسين محمد ناجي العميدي عن إيداع المبالغ في حساب الاتحاد العراقي لكرة السلة أو عدم إيداعها كأمانات الاتحاد في حسابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لمدة أكثر من ثلاث سنوات والتصرف فيها بدون سند قانوني ودون تأشير ذلك في الحسابات الختامية تسبب ضرر بالمال العام ويترك تقديره للمحكمة المختصة كونه تقصير صريع بتأخير إيداع المبالغ لفترة طويلة وبعد قيام أحد أعباء الاتحاد بتحريك شكوى جزائية بخصوص هذه الأموال بتاريخ 22-2018 بالرقم 231-2018 التفضل بالاطلاع ومخاطبة هيئة النزاة بما ورد علىه مع التقدير سيسر مد عبدالله الأمين المالي إذن الأمان المالية للجنة الأولمبية تقر أن هذا الموضوع يعتبر هدرا للمال العام وبدون سنة قانون فننظر ماذا جاء رد الدائرة القانونية في اللجنة الأولمبية بماذا ردت على هيئة النزاة خلينا نشوف كتاب رقم 4 سيدنا المخرج هذا هو الكتاب اللي قد طلع يوم 8-03-2020 معنون إلى هيئة النزاة مديرية تحقيق بغداد إجابة تحية واحترام كتابكم بالعدد المذكور أمامكم في 23-03-2020 نود إعلامكم أن اتحاد كرة السلة قد أودع الاستقطاعات من عقود اللاعبين بنسبة 3% لعام 2014-2015 في حسابات اللجنة الأولمبية بتاريخ 11-6-2018 حسب وصول القبض المرقم كذا كذا في 11-6-2018 المرفق نسخة منه طين للتفضل والاطلاع هذا الكتاب المفروض ما يجيب هذا الطريقة المفروض يروح ببيان الضرر اللي وضحته الأمان المالية في اللجنة الأولمبية لكن أرسل الكتاب بهذه الطريقة المجهولة أنه أوكي بستمي الإيداع لكن هو الكتاب ما للهيئة النزاهة ما يجي حتى يقول لك هو سددها لو ما سددها هو يعرف أنه تسددها لأن موجودة بإضبارة المحكمة وبإضبارة القضية هو طالب بيان ضرر هذا الضرر لازم يتبين الدائرة القانونية اللي متنعت عن تزويد محكمة النزاهة ببيان الضرر اللي موجود عدها بكتاب رسمي من السيد سرمد عبدالله والأمين المالي واللي أقر به أن هناك هدر بالمال العام بدون وجوز سنة قانوني وترك الموضوع بتقدير هيئة المحكمة هي شون تقدر هذا الضرر وشون تحطه وشون تبوضه هذا الموضوع أيضا علي علامات استفهام كبيرة الروح إلى أصل القضية حتى أنا أريد أن أضحلكم إياها قبل ما أروح أرحب الضيفي من بغداد أصل القضية شنو؟ دعنا نرى كتاب رقم 5 هذه أصل القضية بلشت من شهر 9-2014 الموضوع استقطاع ملاعب مبالغ العفو طبعا هذا الكتاب من الاتحاد العراقي اللي هو طالب استفسار شي يقول لهم؟ يقول لهم الأمانة العامة للجنة الأولمبية تقول الاتحاد السلة نود أن نعلمكم بعدم وجود أي ناس قانوني ورد في قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 86 يجيز الاتحاد استحصال مبالغ من عقود اللاعبين التي أبرمها مع الأندية الرياضية ولكن للاتحاد الحق استحصال مبالغ اشتراك في المسابقات مع الأندية للتفضل بالعلم مع التقدير دكتور عادل فاضل علي الأمين العام في تلك الفترة وطبعا المعنون هنا الإدارة مخاطبة اتحاد السلة لاسترجاع المبالغ ونسخة من كتاب الأولمبية التاريخ 16 2014 تمام؟ يعني أصلا أصل الاستخطاعات هو غير قانوني بحسب قانون 16 الاتحادات الرياضية النافذ والمحمول به لحد هذه اللحظة أشوفكم كتاب آخر رقم 6 سيدنا المخرج تحية طيبة إلى الاتحادات الرياضية كافة طبعا كتابنا اللجنة الأولمبية بتاريخ 4-8-2015 تحية طيبة استنادا لقرار المكتب التنفيذي المرقم 1455 في 31-5 2015 حصلت الموافقة على استقطاع نسبة من مبالغ وعقود اللاعبين على أن لا تزيد عن نسبة 3% من المبالغ من المبالغ لصالح الاتحاد مع التقدير أيضا من هو زاهد نوري قاطع اللي هو الأمين العام وكالة تشوفون التضارب هنا كتاب بتاريخ قديم اللي هو بتاريخ 16-2014 زين يقول ما ما كوش شي وعدم وجود أي ناس قانوني يسمح لكم زين لكن الكتاب اللي اجه بتاريخ 4-8 اللي هو بـ 2015 تقريبا بعد سنة وشهرين شي يقول يقول لا يعني حصلت الموافقة ومن حقهم تستقطعون إلى الاتحادات كافة وليس فقط اتحاد كرة السلة أروح إلى كتاب آخر اللي هو رقم 7 سيدنا المخرج طبعا هذا المطالعة اللي قدمها سيد علي رسن اللي سيد رئيس اللجنة الأولمبية قبل فترة وطلب تحقيق طبعا كتاب هو طويل لكن هو يقول بعض الخروقات أما الخروقات المالية وأنا أستجع أستجع شوية من الكتاب أما الخروقات المالية وهي الأهم فأن الاتحاد والموسمين الماضيين يتقاضى من الأندية المشاركة بدل الاشتراك وأيضا يتم استقطاع 3% من عقود اللاعبين حيث بلغ مجموع الاستقطاعات 500 مليون دينار عراقي لم تودع في حسابات الاتحاد في اللجنة الأولمبية بل في عهدة الأمينة المالية تصرب بها رئيس الاتحاد كما يشاوى بدون أي حساب ذلك أطلب من سيادتكم تجميد عمل الاتحاد لحين إكمال التحقيق منع للتلاعب بأمور الاتحاد لبعض من أعضاء لبعض من أعضاء وطبعا هذا الكتاب على لسان السيد علي رسل عضو اتحاد السلة السابق اللي هو في تاريخ 14-2016